بإبداع لا متناهن يتحدى الشاب محمد عبد الحميد ذو الثامنة عشر عاما الجاذبية الأرضية باحترافه فن التوازن وترتيب الأشياء فوق بعضها البعض بطريقة مذهلة حيث لا شيء يربط بينها سوى الجاذبية أمر قد يبدو مستحيلا لكثيرين لكنه أصبح ممكن بالنسبة لمحمد الذي احترف هذا الفن منذ وقت مبكر اكتشفت هذا الفن من كان معي وانا انا صغير عمري 6 سنين أو 8 سنين لكن اكتشفت لي سنة من الآن وحققت رقم قياسية عالمية لكن انصرنا فعالميا بسبب الوضع الحاصلة في اليمن وكسرت رغم الكورير وكبيون في موازنة شخص وانا مغمض عيوني الأول في العالم يهوى محمد هذا الفن ويمارسه بشغف كبير وبدعم لا محدود من أسرته وإن كان لا يلقى نفس الدعم من محيطه المجتمعي لكنه لا يخفي حلمه في أن يصل بموهبته للعالمية فالأمر أصبح بالنسبة له ممتعا ومسليا وإن تطلب جهدا ومحاولات متكررة كله على حسب الشكل فيه أشكال تحتاجي يعني تقيد كافي نقطة القاذبية حق نقطة الارتكاز وفيه أشكال تحتاجي للتوازن مثل البيض فأصاب عمل للآن كانت ثنين كرات زقاقية فوقها الحقرة ثتين كرات زقاقية فوق الحقرة والفيديو حق بيضتين فوقها المرصاص أخذت يعني ما قد مني كثير كثير من شهر كذا وحاولت إلي ما أتقنت الفان هذا باحتراف يعني أرقام قياسية يسجلها محمد في ترتيب الأشياء فوق بعضها البعض والتي قد يستغرق بعضها عدة ثوان فقط والبعض الآخر أيام لتتمخض في النهاية لوحات وأعمال فردة يقوم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي التي يجدها الوسيلة الأنسبة والمتاحة له لنشر موهبته في ظل الغياب التام لأي مؤسسة تتبنى موهبته صبر ودقة وتركيز هو ما يحتاج إليه محمد لخلق توازن غريب بين الأشياء وهو فن لا يجيده سوى القليلون حول العالم أفق الحاج أورينت نيوز تعز ترجمة نانسي قنقر